لما قال لك الناس مثلا كلمتنا على ماتش الزمالك قال لك لا أنا عندي الماتش اللي جاه هو الأهم أيا كان بقى فريق قوي فريق ضعيف أنا يعني هو ماشي بالطريقة بيت بيت خطوة بخطوة وده ده عقلاني جدا ده اللي هو ده يمشي بصراحة يعني ده ده ان شاء الله ينجح مع النادي اللي هي لأنه سلوب فكره ومش بيمش وراء القطار الجمهوري الجماهير يعني اللي هو سأهزم الزمالك ومش عارف هدفنا لإيه اللي هو الحاجات اللي بتولع الجماهير ده عارف برضو شعبنا ودايما جماهيرنا دماء خفيف ممكن يكون ماشي في النادي الزمالك وكل يوش يحدي يقول لي بل كان في كتير كده هو سمع لهجة آه ماتش الزمالك ماتش الزمالك وبالتالي هو حتى سأل المترجم فهو طبعا عارف خيمة نادي الزمالك ما فيش شكل مباراة كبيرة لكنها المباراة الأهم أنا يهمني أن أنا أكسب كل مباراة مباراة لغاية ما وصل لمباراة الزمالك في الدوري حتى ماتش الزمالك بالنسبة له اللي هو الحامل اللقب والمنافس والغريم واللي بيصاره على الصدارة زي المركز الأخير لأن دي بتلاتة ودي بتلاتة هو بالنسبة لي ماشي كده عشان كده دي نقطة كويسة جدا وحتى أتكلم على غياب طبعا ديانج دي مزة النادي الأهلي أو مزة الفرقة الكبيرة أنت عندك هتشارك في أكتر من بطولة أنت في ريق بتلعب على كل البطولات بتلعب أصب تشارك في البطولة على بتصارع فيها على اللقب يبقى أنت لازم يبقى عندك وفرة في كل المراكز يعني شوف مثلا الشيء بشيء أسكر الطحن اللي كان موجود في درق أبطال أوروبا مبارح يلعبوا بعد بكرة في الدوري في دورياتهم يعني الإنجليزي الإيطالي الأسباني الألماني الفرنسي أيا كان أو حتى البرتغال يلعبوا في دورياتهم ما ينفعش أقول بقى ده عنده إرهاق من ثلاثة أيام وخرج من البطولة بس في بعض الأحيان بيوصل مستوى لاعب أنه هو متميز جدا في مركزه ما فيش شك عندنا لعيبة كتيرة مميزة تقلق ديانج خلال المطشين اللي فاتوا أنت شايف أن يتعاود إزاي هاي بيتعاود عن طريق مركز بمركز أو تغيير طريقة لاب أو أنت شايف إزاي غياب ديانج ممكن يكون في مباراة يعني من حسن حظ النادي اللي عنده لعيب بقيمة وقدرات حمد فاتح يعني هو اللي يقدر ده في وجهة نظري الوحيد اللي ممكن يعاود كتير من غياب بأليو ديانج بصراحة لاغنا عنه في مركزه يمكن كانت مش أقول بقى الشابي شاوسكر لأن أنا ما بحبش حتة التفاقل والتشاؤم بحتة أن نربط أشبه لسا عايز أسألك في التشاؤم والتفاقل لا طبعا لأن الناس ناصر ربطة بنهاء القرنس لما غاب ديانج وغاب الوينش طبعا ما لاش علاقة يعني لكن ما هو غاب ديانج في المباراة دي وممكن يكون أثر على مستوى الأهلي في المباراة لنفسها لكن في النهاية الأهلي فاز يعني الأهلي في النهاية بيلعب أو أي فريق بيلعب في النهاية أي عنده النهاية نفسة ولا كسرت صحيح في غيابه ممكن يخسر وقصدي في غيابه كسب وممكن كان في وجوده يخسر ما لاش علاقة بس هو في كل أحوال طبعا اللاعب لا غنى عنه دي مست الفرقة الكبيرة زي ما قلت الحركة لنا يبقى عنده وفرة في كل المراكز ما يبقىش الفجوة عالية أو ما بين اللاعب والبديل بتاعه أو اللي ممكن يحل محله في حالة الإيقاف أو الإصابة أو الطرد أو ما شابه مثلا زي ما حصل في ديانج أعتقد حمدي فتحي بنسبة كبيرة يقدر يعود غيابه أنت ما بتعتقدش في التفاول والتشاهم هل تعتقد في التاريخ يعني تاريخ السوبر المصري سبعة سوبر الأهل بيفوز بخمسة والزمالك بيفوز بثنين يعني هل دوت بيديك ملامح معينة بيديك شكل معين عايز أعرف إجابتك بس يعني نطلع لفاصل سريع بناء على طلب الإعداد مهم جدا طبعا التاريخ أكيد بيلعب دور كبير جدا ولكن زي ما بقول المهم الحاضر يعني بنتكلم إذا كان تاريخ النادي الآلي على مستوى السوبر المصري فوز خمسة والزمالك فاز مرتين والمرتين الفازوا من نادي الزمالك كانوا بدربات الترجيح لكن ده لا يعني شيء في كورة القادمة ده وجهة نظر الشخصية ممكن نعرف يعني وجهة نظر محسن لملوم في هذا الأمر هل التفوق التاريخي يكون عامل إيجابي يستفيد منه اللاعبين أو ما يكونش ليه داخل خالص وأداء اللاعبين على مستوى الفني والبدني والتوفيق والإدارة الفنية خارج الخطوط هي اللي تحسم الأمور نعرف كل ده بعد الفصل